لا يزال خط مسار السلام يراوح مكانه من دون احداث اي خطوات جادة ويبدو ان الامم المتحدة تحاول التقدم بخطوات متسارعة نحو احداث تطورات كبيرة في مسار السلام في اليمن سواء على سعيد تعامل تبليشيات الحوثي وتصعيدها العسكري والاقتصادي وحصارها لتعز او على سعيد الداخل في المناطق المحررة وتبايناته وقضاياه المختلفة الا انها تصطدم مرة اخرى بتعنت مليشيات الحوثي ورفضها لجميع محاولات السلام والجلوس على طاولة الحوار وانهاء الازمة اليمنية وهذا ما جعل الحكومة اليمنية تهدد بوقف التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء ناهيك عن ان مليشيات الحوثي منعت ايضا دخول قاطرات الغاز المحلي القادبة من محافظة مارب للمناطق الخاضعة لسيطرتها واستبدلتها بالغاز المجاني القادم من ايران عبر ميناء الحديدة وباشرت بيعه للمواطنين بتكلفة اكبر وكميات اقل للاستوانة الواحدة مما ينذر بانهيار الاقتصاد ويفاقم من معاناة المواطنين اما على صعيد المناطق المحررة جنوبا فقد التقى مكتب المبعوث الاممي بممثلين عن المجلس الانتقالي الجنوبي وعدد من المكونات السياسية وناقش معهم الجهود المبذولة لاستئناف العملية السياسية والتحديات التي تواجه ذلك واضي السبل لمعالجة القضية الجنوبية في سياق هذه العملية السياسية وفي احاطتها الاخيرة امام مجلس الامن ذكر المبعوث الاممي ان الوضع لا يحتمل ان نسعى الى سلام موسمي ويتعين على الاطراف اتخاذ المزيد من الخطوات الجريئة نحو سلام المستدام وعادل وهذا يعني التوصل الى نهاية للنزاع التي تتركز في ثلاثة عناصر رئيسية وهي دعوة الاطراف الى التوقف فورا على الاستفزازات العسكرية وخفض التصعيد الاقتصادي والاتفاق على وقف شامل ومستدام لاطلاق النار على صعيد البلاد والاستعداد له تحت رعاية الامم المتحدة هذا ويرى مراقبون ان التهاونة او التماهي مع من يعرق العملية السلام في اليمن من خلال التعنت او التصعيد المباشر او مساواة ميليشيات منقلبة على الدولة بالحكومة المعترف بها دوليا بوصفها طرف من قبل الامم المتحدة في احاطتها الاخيرة وليس معرق لن يحقق اي تقدم او خطوات تذكر نحو انهاء الازمة اليمنية